موسيقى زرف استثنائي بيمر به العالم وبتمر به المنطقة وتحديات جديدة ومركبة بتشمل العالم كله ده كان يعني انفتاح حقيقي من الدولة المصرية على أراء كل الشخصيات المصرية والأطياف المصرية ودعوة جدة من الرئاسة بتترجم عقدتها اللي هي طول الوقت الحية بتدعو المواطنين المصريين وشرائح المجتمع المصري وبالأخص الشرائح الشبابية وشرائح المتخصصين والأكاديميين بأنهم يكون لديهم الكلمة والمشاركة والرؤية اللي من الممكن أن الدولة تستفيد منها وأنها تضعها في خطاتها المستقبلية من أجل صياغة الجمهورية الجديدة اطلاق الجمهورية الجديدة لم يكن اطلاقا من فراغ بل بالعكس دولة حققت من العام 2014 وصولا إلى ما قبل أزمة كوفيد-19 مشروع تنموي عملاق وجبار أشار إليه المجتمع الدولي كله بالبنان النهاردة بعد أزمتين على مئتين كبرى أزمات كبرى حقيقية تسببت في هذا الخلل الدولي على مستويات عديدة من كوفيد-19 أعقبها الحرب الروسية الأوكرانية ده اللي خلى الدولة المصرية وده اللي بيكتسب الدعوة للحوار الأهمية الكبيرة اللي احنا شايفنا فيه إنها عايزة المجتمع المصري وعايزة الشعب المصري بكامله يكون حاضر في مواجه التحديات وفيه الدفاع عن مشروعه الوطني اللي بدأه من 2014 وتعزيزه وتدعيمه برؤة جديدة ده أهم ما أرى في اللحظة الراهنة هنتحدث لاحقا عندما يتكشف الإطار التنظيمي لهذا الحوار على محاوره وعلى مستهدفاته وعلى مخرجاته اللي أنا أظن أنها هتكون في صلب وفي صميم العمل الوطني المصري اشتركوا في القناة